موسيقى السلام عليكم و أصد الله و أوقاتكم بكل خير و أحييكم و أدعوكم التواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفتنا لهذه الحلقة الفنانة التشكيلية العربية من الأردن إيمان الطرمان موضوع حلقتنا لهذا اليوم المرأة و المشهد التشكيل قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة دعونا نتابع هذه الأخبار الثقافية أهلا بكم موسيقى أعلنت جائزة الملك فيصل العالمية عن منح جائزتها السنوية عن حقل الدراسات الإسلامية للمحقق العراقي الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف و ذلك لتميز تحقيقه بالشمول زمانا و مكانا و إرسائه من خلال أعماله قواعدا و أصولا للتحقيق جعلت منه علما يقوم على الدقة و الأمانة و التقصي بعد استقبالها ثمان و سبعين مشاركة من أربع عشرة دولة فاز الشاعر العراقي عبدالله سرمد الجميل بجائزة المركز الثالث في النسخة السادسة من جائزة السنوسي للشعر العربي التي منحت جائزة المركز الأول للشاعر عبدالله بيلا من بوركينا فاسو فيما حل بالمركز الثاني الشاعر اليمني ياسين البكالي أعلن في السعودية عن انطلاق أول معرض للكتاب بمنطقة القصيم و ذلك في الثاني والعشرين من شهر شباط المقبل و ستشارك مئة دار نشر في المعرض الذي سيحاول و أن يخرج على مسار معرض الكتاب الأخرى من خلال عدم التركيز على الكتاب الورقي فحسب بل فتح المجال أمام الكتاب الرقمي و تقنياته تنطلق الجمعة القادمة السادس والعشرين من شهر كانون الثاني الجاري فعاليات الدورة التاسعة والأربعين من معرض القاهرة الدولي للكتاب و قد أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن مشاركة ثمانمائة وثمانين واربعين دار نشر تتوزع على خمس عشرة دولة عربية واثنتين عشرة دولة أجنبية فيما تحل الجزائر ضيف شرف للمعرض هذا العام إلى الكويت حيث أعلنت جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية عن فتح باب الترشيح لدورتها الثالثة 2017-2018 حيث ستقبل المجامع القصصية المطبوعة ورقياً خلال العام 2017 وحتى الحادي والثلاثين من شهر آذار المقبل وهو آخر موعد لقبول المشاركات وسيعلن عن الفائز بالجائزة في الثالث من شهر كانون الأول القادم إلى قطر حيث اقتربت مهلة المشاركة في الدورة الثالثة من جائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم من نهايتها حيث أعلنت المؤسسة العامة للحيث قا في كتارا أن الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني الجاري سيكون آخر موعد لقبول القصائد المرشحة بفئتيها الفصيح والنبطي والمكونة فقط من ثلاثين بيتاً وأبواب المشاركة ما زالت مفتوحة في الدورة الثانية من جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي بمجالاتها الثلاث ممارسات صون عناصر التراث الثقافي والرواة وحملة التراث الكنوز البشرية الحية والبحوث والدراسات في التراث الثقافي وستكون نهاية الشهر الجاري آخر موعد للترشح أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفتنا لهذه الحلقة الفنان التشكيلية العربية من الأردن إيمان الطرمان موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع المرأة والمشهد التشكيلي مرحبا بك ست إيمان ضيفة على فضاءات أهلا وسهلا وأشكرك وأشكر القناة الرافدين طبعاً إحنا العراق هي من دمنا إحنا أخوة وأهل بجمعنا أشياء كثيرة خاصة بالفن التشكيلي لأن العراق هي مهد الفنون يكفي أنه الأول حرف كان مرسوم باللغة المسمارية نعم يعني الأبجديات الفن كانت من العراق من ذلك هي حضارة الرافدين يعني هي جزء مننا من تراثنا وإحنا بلدات الأردنية يعني أشقنا العراق يعني ما في ما منحس أنه الناس غريبة يعني نحسها كأن أخوة بتجمعنا أشياء كثيرة بتجمعنا اللغة بتجمعنا العداد تقاليد حتى الجو حتى التاريخنا بالذات يعني إشي مرتبط فينا لذلك يعني جوز أنتم ما بتشعروا بغربة لنا مؤكد يعني كثير قابلت من العراقيين وما منشعر بغربة بالأردن والتالي إحنا ما نشعر قريبيني أكيد أكيد الله يحفظك بالعكس نحن في وسط أهلها هذه أمة واحدة طبعا تاريخ واحد مصير واحد دم واحد ثقافة واحدة لكن يعني ماذا نفعل رؤى واحدة القوة الغازية سايكس بيكو فرض على هذه الأمة هذه التقسيمات حتى حدودنا يعني مش حدود طبيعية حدودية مش جغرافية حدود أبدا نعم أرض واحدة امتدت حتى هناك بعض الدول العربية أن القبائل واحدة نفس الأسامي منشطرة إلى نصفين نصف في هذا البلد نصف الآخر فيه نشمر وزباد ونزة وطي وكثير من القبائل يعني لا سيما الحدود العراقية السورية يعني بتحس خيط بيننا بين الحدود عبارة عن خيط تجد أقرباء في هذا داخل هذا الحد وأقرباءهم في الحد الآخر على العموم أهلا وسهلا وفرصة طيبة سيدة إيمان التقيكي في فضاء تندردج في مجال الفن التشكيلي في مجال المرأة في مجال التجربة الخاصة لإيمان الترمان طبعا أهلا وسهلا يقال أنه الموهبة تظهر من الطفولة إذن نعود إلى طفولة إيمان الترمان كيف كانت طفولة إيمان هل كان هناك اختلاف عن بقية الأطفال هل كان هناك ملمس لموهبة معينة اللي بتتعلق بالفن أيا كان أنا أتحدث عن برنامج فضاءات مفتوحة الفن الكتابة السرد نعم لكن أنت لأنك فنانة تشكيلي سأنتحدث في هذا ركز على جانب الفني عشت في مدينة تقريبا هي صغيرة يعني مدينة مادبة ما بتذكر لما أرجع بذكرتي أمتى مسكت الريشة أو مسكت ألم التلوين أنت مواليد مدينة مادبة اللي هي تقع جنوب عمار أيوة ما بتذكر أمتى يعني لدرجة أنه أنا بحس حالي أني ولدت مع الرسم نعم ولدت مع أنا هويتي الرسم والقراءة يعني بحسهم توقمين لروحي ما بتذكر أمتى بديت فيهم لكن اللي بصح حالي أني أنا مسكت أمسك يعني صحيت أمسك أوش برصاص نعم بعدين بالباستيل حتى البيئة اللي كانت موجودة أنا بستغرب فيها يعني إحنا ثقافتنا البصرية الآن يعني ضحلة ما بالك وإحنا صغار يعني حتى بيتنا كان يفتقر إلى اللوحات لوحة أو لوحتين نوع الصيني يعني ما بتذكر أبوي ولا أمي يعني ما كانوش يرسموا ولا أهلي ولا حتى شفت واحد يرسم نعم كيف إجتني إجتني للموهبة هاي أنا بفكر فيها مش مش ملا مرهاش تفصير عندي إلا إنه يعني إحنا في مدينة طبيعتها حلوة نعم طبيعتها متنوعة ألوان فيها كثيرة طبيعة ماذا با فيها السهل فيها الرمل فيها الشجر الأخضر فيها الشجر فيها الأحجار فيها البيوت الأديمة لذلك متشبع بالألوان جدا بني كان الرطوبة بالحيطان يعني كان بخيال الطفولة تصور عالم الجن يعني هذا اللي فرؤية على من السحر هناك ربما أهه غيرك أنه ينظر للرطوبة على نهاية جانب مزعج أنت نظرت لها من منظار فنان. أنا أشوف فيها عالم آخر من كميات كبيرة من الصور. وكانها لوحة على الجدران. حتى لما السماء نطلع الغيوم نشوف فيها أشكال كثيرة. الخيالات. إحنا كمان من المدينة تسمى مدينة الفسيفساء. الفسيفساء فن راقي وصعب وقديم. لذلك ننظر إلى اللوحات الفسيفسائية وصلت لدرجة عالية من التقنية العالية ومن الفن ومن الألوان. هو فن صعب. لذلك بجوزة مادبة نفسها مشهورة بالفن القديم. إذا كان هناك نبوغ مع الطفولة. لكن لا يصعب تحديد السنة أو تحديد الفترة. أو المؤثر أو المعلم يعني. هل وجدتي تشجيعا من المدرسة؟ طبعا لأنه كان شيء غريب يعني. التعليمي. المدرسة بجوز بمرحلة بالثامن أو السابع انتبهوا لي. يعني معلمة الفن يعني كانت تميزني عن غيري. بمرحل بصف التاسع شاركت بجائزة تشنكارا هي كانت الطفولة العالمية. نعم. عبارة عن اللوحات كانت بالباستيل على ورق. أتذكر أنه لحد الآن شو المواضيع اللي كنت اللي رسمت لما شاركت فيها. هي عبارة عن الحروب. أنت حصلت على جائزة في هذه المسابقة؟ آه. آه. من المسؤول عن هذه الجائزة؟ هي يابانية كان أو هندية مش متذكر بالضبط. بس هي اسمها جائزة شنكارا العالمية للطفولة يعني. الرسومات اللي بسمتها تذكرها هي كانت عن الحرب ويلات الحروب. نعم. بسمتها بالباستيل وعلى ورق. طبعا لما يعني هاي كانت نقلة نوعية بالنسبة إلي وفرحة يعني بجزء ما ما رح تتكرر كتير. يعني موضوع الموضوع الحروب. موضوع هذا الموضوع فرض من قبل إدارة الجائزة. أم يعني الخيار. أعطونا خيار. احنا خيار. أعطونا خيار. وكانت كأنه الحرب الإيرانية العراقية. نعم. يعني احنا متأثرين فيها. وحروب حتى الحروب مع مع اليهود. نعم. الطفل بسمع لكن بخزن بذكرته. وشو بسمع. لذاك نقلت على الورق. نعم. لما تسمع يعني ما جتني الجائزة هاي كانت فرحة كبيرة كطفلة شعرت بفخر كبير. نعم. وكانت نقلة انه شجعتني اني استمر. عملت اول معرض في المدرسة. آآ وبعدين استمرت. استمرت. في الصفة التاسع كان معرض? آآ. صفة التاسع تقريبا. وانشرت عمستوى المدرسة عمستوى المحافظة اني بالفن التشكيلي. نعم. هاي المرحلة يعني بعدين. تقلت بعدها الى الجامعة طبعا حسب يعني يعني ما وارد في السيرة الذاتية انك كنت نشطة في النشاطات في الفعاليات الفن التشكيلي في الجامعة وكنت تشاركي في اغلب المعارض وحصلت على جائزة ايضا في الجامعة. انت درست الجامعة الاردنية. اه began in fact. انا بالجامعة الاردنية طبعا تخصصي اه كان ما مش موجود د تخصص الفن بالجامعة الاردنية 1999 وبالالفين صح ahí. نعم. انا دخلك 1999. لذلك انا يعني اه كنت مقيمة دائما في المرسب الجامعة. اذا انت لم تدرسي الفن في الجامعة? اه لا مش بالجامعة الاردنية. ماذا درست? درست حقوق. درست الحقوق نعم كنت مقيمة بالمرسم الجامعي معظم من النشاطات اللي شاركت فيها الجامعة الأردنية أنا شاركت فيها عملنا معارض كتير خلال أربع سنين والنقلة الثانية إنه لما أخدت الجائزة الأولى بالنسبة للرسم الزيتة عمستوى الجامعات طبعا كانت فرحة كبيرة كتير الجامعة يعني عشت فيها بتفاصيل كتير استمتعت فيها أثبت وجودي وجدت كمان كيف حصلت على الجائزة في الجامعة في مجال الفن تلك هي كانت مسابقة كانت مسابقة 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 جامعات نعم وجدت تقديري وجدت قيمتي يعني وقدروني يعني على اللجنة الثقافية واللجنة الفنية وكانت إشي حلو كثير يعني أنه تشوف لوحاتك بالقاعات بالممرات الجامعة لحد الآن تجد لوحاتك توقيعك لسه بالجامعة يعني يعني الجامعة كانت وفية لهذه التجربة ما تزال لحد الآن اللوحات في لوحات موجودة لحد الآن نعم وحصلت على الجائزة من الجامعة المسابقة كانت على مستوى الجامعة فقط مستوى الجامعة الأردنية جامعة الأردنية جامعة الأردنية نعم دي أسأل يعني من خلال متابعتي للوحاتك ورسمك أشعرك أنك تميلين إلى المدرسة التجريدية أو هكذا يوحى لمن يتابع أو شاهد هو الفنان تجربة إيمان الطرمان هي كل المدارس جميلة نعم وأنا جزء تنقلت من جميع المدارس بدأت بالواقعية بدأت بالتخطيط الرصاص الواقعيات التأثيرية الانطباعية التعبيرية الواقعية السحرية وصلت للتجريد لكن التجريد اللي عندي إيجا لأنه بعد مراحلة كبيرة في موجود كل المدارس مرة تشوف لوحات عندي موجودة كل المدارس هاي مختزلها باللوحة التجريدية من التعبيرية من الواقعية لكن بأسلوب تجريدي مدروس ومعبر نعم أي المواضيع الرئيسية التي يجد المتابع للوحات إيمان الطرمان يكون قاسم مشترك بينهم الخاصة بالحس الإنساني اللي بتأثر في الحس الإنساني مثل الأشخاص مجردين بيوت حدائق أغلب إشي الخاص في الإنسان نفسه تعبيرات الإنسان لأنه أكثر شي بعبر على الإنسان هو الإنسان نفسه أنت تحدثت عن الحجر عندما تحدثت عن مدينة مأدبة قلتي من الزوايا التي كانت تشد انتباهك في هذه مدينة الحجر ماذا يعني الحجر بالنسبة للفنان؟ كيف ينظر إلى الحجر؟ الحجر عبارة عن تيمة يعني فيها سحر كبير وكل حجر بختلف عن التاني بختلف عن التاني بالتضاريس باللون بالذل بالسماكة بال المادة اللي يكون فيها لذلك بيعطيك مساحات كبيرة وبيعطيك مفردات كبيرة حتى تتأثر فيه فنيا يعني لما تركز عين الفنان على صخرة معينة ممكن تشوف فيها لوحة نعم حتى على ورقة شجر ممكن تشوف فيها لوحة على حفرة بالأرض لذلك الخيال له دور كبير بالإبداع لازم يكون موجود خيال إذا ما كان فيه خيال وما كانش فيه ودهشة ودهشة ما فيه إبداع يعني تناولت البيوت في لوحاتك تناولت الحدائق تناولت الإنسان يعني ربما المرحلة يعني معظم المفردات بتمر على الإنسان يعني مرات يوم بتتأثر في بيوت يوم بتتأثر في إنسان يوم بتتأثر في ورد ما تمر بي الأمة الآن من جراح وحروب ومصائب حتى لو عبرت عنها بحاول عبر عنها زي ما تناولت هذا الموضوع في لوحاتك نعم تناولت في عندي لوحة كثير تأثرت فيها للطفل اللي كان في البحر هذا غريق نعم عملته لكن عملته بشكل ألوان ألوان براقة لأني أنا ببعتبر اللوحة هي رسالة أولاً وثانياً زي واحة للراحة للارتياح حتى لما تشوف الحزن باللوحات بحب تكون بألوان براقة لأنه لما تعطيك ألوان يعني توحي بالحزن تعطيك انقباض لكن هي توصل لك تأثير الحزن لكن مع ألوان فيها أمل نعم إني هيك بحاول أنه نعطي إيجابية نوصل رسالتنا لكن بإيجابية ما نعطي سودوية هل يمكن أن نعتبر رسم اللوحة هي تفريغ لشحنات حزن أو شحنات توتر عند المبدأ أكيد يعني هي الفنان التشكيل أو الرسام أو مثل الشاعر مثل القاس مثل الرواي داخله أشياء كثيرة إذا ما أخرجها بحس حاله أنه صابته أزمة أو كتم أو أنه بحس حاله بده ينفجر إذا ما إذا ما أطلقها من نظرة نقدية يعني المرأة ترسم الآن ولها بصمة في المشهد التشكيلي إذا أردنا من نظرة نقدية تقييمية لمستوى المرأة الفنان التشكيلية مقارنة مع إبداع الرجل في هذا المدر طبعا أنا مش ناقدة فنية أولا لكن الفن والإبداع عموما يعني ما إلو دخل لا بالجنس ولا بالنوع هي عبارة عن تفريغ أرواح أو محاكاة أرواح أو بوح أرواح يعني الروح مجردة من النوع من الجنس لكن هي خبرات الحياة وطريقة التفرغ للفن ممكن الرجل تكون عنده مساحات أكبر للفراغ مساحات أكبر للتحرك لأنه الفن بده حركة بده تنتقل ممكن لبلد لبلد دائما السفر دائما البحث تكون خارج البيت أغلب الوقت بختلف عن المرأة المرأة لأنه عندها عندها أطفال عندها بيت عندها يكون وقتها محصور لو أعطيت نفس مساحات الحرية والتجارب ممكن تبدأ لأنه ما إلها دخل أبداً فيه يعني أنا أفهم هناك تقييم ضمني ضمن هذا قلت إن الرجل عنده مساحة أوساعة عنده مساحة أوساعة عنده تجربة لكي يأتي مع التجربة أنت تحكمين للرجل احتمال كبير نكون أكثر إبداعاً في هذا المجال مش بالكيفية ممكن بالكمية نعم يعني ممكن فيه فنان فنانة وحدة عن مئة فنان لكن هي عموماً مشهورين أكثر والكمية أكبر من الرجال أكثر من الرسال يعني قلتي أكثر مواضية أنه تستهويكية تفاصيل حياة البيوت الحدائق المدن بشكل عام الحجر قلنا جزء من مرحلة مرحلة التجريد أنتو قلتي كل مدارس يعني كل مدارس جميلة مدارس الفن ووصلتي في المرحلة الأخيرة الآن إلى الفن التجريدي الفن التجريدي هل هو نتاج سراكمات المدارس الأخرى ماذا يعني أكيد أكيد الفن التجريدي إذا وصل لمرحلة الإبداع فيه فن تجريدي يعني يعني غير مدروس وممكن رش ألوانه فقط شيخ بطات يعني آه آه نعم لكن بالنسبة للفن الإبداعي التجريدي أكيد بيكون متعدى عدة مدارس واستوعبها هلأ والتجريد بيبدأ يختزل بيبدأ يضيف بيبدأ يحذف ممكن يضمن كل المدارس هاي بلوحة التجريد نفسها لأنه تجريد بده مسجلون بده بده بناء لوحة كاملة بده تراكب تراكب موضوعية نعم يعني أنا هيك بنظري يعني هو ممكن يكون الناس عندهم يعني مجرد خط نعم لكن حتى الخط العادي بيختلف من الفنان اللي يكون عنده قدرة إبداعية عن الفنان اللي ما عنده قدرة يعني ممكن خط واحد تميز الفنان المبدع عن الفنان اللي ما عنده تجارب بدي أن أسأل أول معرض شاركت فيه متى هي أول معرض وكان بالمدارس نعم بعدين بالجامعات أذكر كمان شاركت فيه لأن تقصدين المعرض الذي حصلت فيه على جائزة شنكارة لا بالمدرسة قبل هذا نفسه والتربية كانوا يعملون معرض عملت أول معرض شاركت فيه بجزء بأبوظبي بالمرسم الحر نعم هذا قبل هذه مرحلة الجامعة أو قبل الجامعة قبل الجامعة قبل الجامعة كيف كانت الأصداء عن حول تجربة إيمان يعني أنا شاركت مشاركة فيه بجزء واحدين أو ثلاثة بس الحمد لله رب العالمين كانت نتيجة إيجابية طبيعة اللوحة التي شاركت فيها كنت لسا بالواقعيات نعم تعودين للواقعي من فترة أم الآن باقي في التجريد الفنان أنا لما أنت ترسم لنفسك أنا برسم بالنسبة إلي برسم لنفسي أمتع نفسي أفرغ الطاقة اللي عندي مرات يعني أنا وصلت للتجريد وستقريت عليها بأسلوب معين لكن بحن مرات المدارف الثانية رسمت جميلها بالحنين واحد يحن آه بحن يعني بتشوف موضوع معين ما بيناسبه إلا المدرسة هاي الانطباعية دائما تحنين لها الانطباعية الوحشية الواقعية نعم كل المدارس جميلة ما في الفن عموما بجنونه جميل نعم إذن نكمل بعد الفاصل معذرة سيد إيمان فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفتنا لهذا الأسبوع الفنانة التشكيلية العربية من الأردن إيمان الطرمان موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع المرأة والمشهد التشكيلي أعود لك سيد إيمان كنا تحدث تحدثين أنت عن الحنين أنت الآن وصلت للتجريد ثم بين فترة وفترة تحنين إلى الانتباعية أو المدارس الأخرى بدي أن يعني يعني ليس تقييم أو نقد لكن أنت كفنانة تشكيلية يعني هناك المرأة الشاعرة والمرأة القاصة والروائية والفنانة التشكيلية أي مجال من مجالات الإبداع يمكن أن تجد المرأة نفسها فيه في هذه المجالات؟ سبقت وتكلمت أنه هي الإبداع ما له دخل بالجنس أو بالنوع هي الروح اللي بتبدع والروح مجرد من النوع والجنس لذلك المرأة ممكن تكون مبدعة بالشعر ممكن بالقصص ممكن بالموسيقى بالغناء لكن بالنسبة للفن التشكيلي بالذات بحسوا بجمع كل الإبداعات هاي يعني اللوحة ممكن تكون فيها رواية ممكن تكون فيها قصة ممكن تكون فيها موسيقى بالذات موسيقى لأنه اللون عبارة عن موسيقى اللوحة اللي ما فيها موسيقى لون معناته كل الفنان ما عنده قدرة لونية اللون بالذات باللوحة لازم يكون فيه إلى سلة موسيقى معين إذا كان فيه شدود بنفر العين لذلك لأنه جميل هذا الموضوع أنه الربط بين اللون وموسيقى أي الألوان يمكن أن تكون فيها إقاع موسيقي أو هكذا كل الألوان هلا عين الفنا بتنظر للون بتنظر للون غير عن العين الإنسان العادي هلا أنت بتنظر للسماء الناس العادي شو لونها أزرق طبعا الفنان لا بتشوف كل الألوان فيها دلك عين الفنان تركيبية وتحليلية يعني تركيبية أنه انت كيف تركب اللون لما توصل لمرحلة اللون اللي انت شايفه تحليلية تشوف اللون هلا بتشوف اللون البرتقالي ممكن تشوفه بدرجة واحدة الناس العاديين لكن الفنان بعرف كمية الأصفر وكمية الأحمر بحلل يعني اللون بدون أن يدرس طبيعة الألوان يعني بالفطرة هكذا لا هي ما أكيد تيجي بالتجارب ويشهد بطبقات ودرجات الألوان طبعا الدراسة بتختزل للتجارب يعني أنا بفضل أن الراحل يدرس أكثر طلع على تجارب غيره أكثر يجرب أكثر لأنه اللون بالذات مبني على التجارب مبني على الدراسة أولا وعلى التجارب أكثر لأنه عالم اللون غير محدود اللون نعم غير محدود من يتابع لوحات إيمان الطرمان يجد في هذه الألوان البراقة المشرقة يعني هل هي بقصدية تأتي هكذا أم عفوية هل أنا أن تميل إلى الألوان البراقة المشرقة لأني بعتبر اللوحة عالم بذاته الواحة وسط الصحراء يعني بعتبر اللوحة مش للديكور هي عبارة عن مساحة أنك ترتاح فيها مساحة أنك تفرغ الطاقة السلبية تأخذ الإيجابية منها لذلك بحرص تكون حتى المواضيع اللي فيها حزن تكون ألوانها براقة لأنه إحنا مهنا نوصل لمرحلة نوصل لمرحلة الحزن الميقوس منه لذلك اللون البراقة بيعطيك أنه بوصلك إحساس الحزن لكن بيعطيك أمل أنه الدنيا فيها ألوان جميلة الدنيا تستحق أن تعاش تستحق أن نبدع فيه هناك جوانب جميلة في الحياة رغم المشهد الحزين لابد لأنه لازم نعطي إيجابية على الإنسان أن يبحث عن هذه الزوايا حتى بالحروب حتى بالحروب يعني يعني إنسان المقدع ممكن يكون جالس في مثال مدمر لكن ممكن يشوف لون براقة يعطيه طاقة أنه يستطيع أنه حارب حارب الحزن الداخله أو زهرة أو نبتة خارجة بين هذه الركان من التدمير ربما الآخرون لا ينتبون لذلك لكن الفنان التشكيلي الشاعر يعني المبدع ينظر ورود ما خرجت من الصخور جميل جربت أن ترسمي هذه هذه اللوحة رسمتها رسمتها الوردة من داخل الصخر نعم رسمتها بالجوز بأيام الجامعة يعني هذا المشهد سرع انتباهي أمامك أم من الخيال أنا وجدته الوردة كان لدينا في منطقة في مادبة اسمها بتطلع للضفة الغربية نعم من أجمل المناطق فيها الورود البرية بتطلع كثير يعني كثير بتشاهد أنه الوردة شاق الصخر وطلع منه يعني الدحنون شقاق النعمة الدحنون رقيق صعب بيطلع بالصخر لكن فيه أنواع تانية بس مش متذكر اسمها بتكون زهور برية نعم كثير ترد هذه الزهور في لوحاتك نعم يعني تحتاجي أن تجلسي أمام هذا المشهد وترسمي أنه تختزلين الصورة في الخيال ثم ترسم عين الفنان صورية ذكرته صورية صور كثير بمخزنها يعني أمتى بخرجها ممكن يخرجها مباشرة أو ممكن يختزلها من داخل المكتب السوري اللي داخل اللي هو متحصل عليها من طريق التراكمات البصرية اللي بنتبه لها رسم اللوحة كم يأخذ منك من وقت والهناك طقوس معينة تمارس طقوس خاصة ترافق رسم الروحة نعم أنت شاعر يعني القصيدة كيف تكون معك ممكن مرة بلحظة ممكن القصيدة نعم هي ومضة أحيانا تخرج في ساعة وحيانا تستمر ربما سنوات لا تكتمل نفس الشي اللوحة مرات بساعات معين 3-4 ساعات ومرات يومين مرات 3 أيام مرات شهر يعني حسب أوش الطاقة اللي أنت رسمت فيها والرؤية تبعتك لللوحة والتكنيك وخصة إحنا بلون الزيت شوية بطول لما ينشف نعم نستنى لما ينشف وبعدين بنضيب بعدين منحذف هي مش بالوقت هي بالكمية بالكيفية أكثر كيف تحذف الألوان يعني إذا ألوان الزيتية حذف إضافة لون ثاني نعم يعني تغطيه بلون آخر نعم إضافة لون أغلب الألوان الزيتية هي عبارة عن ألوان تراكمية ممكن نعم إذن إذن ممكن اللوحة تخرج في ساعة ممكن تخرج يعني في ساعة الزيتية صعب في ساعة نعم وربما هناك لوحة لا تكتمل هي إشكالية الفنان بالبداية والإشكالية الكبيرة بالنهاية نعم يعني أول ما يخط الغيشة على القماش تبدأ معاناته يعني نعم بيبدأ ممكن يحضر السكتش وعلى أساس يدرسم السكتش هذا ما بشوف إيده ودته لمطارح تانية من الجماليات ومن المواضيع مش مخطط لها ومرات برسم نفس السكتش لأنه يعني لأنه دارسه بدي صممه نعم لكن أغلب أغلب اللوحات بالنسبة إلي أنا أحط موضوع معين مشان أرسمه لكن إيدي لحالها بترسم ووضيع ثانية ماذا يقول النقاط في ميدان فن تشكيلي بالنسبة لل النهاية مشكلة نعم أنت ما تخلص اللوحة تكون في سراع يعني أنك خلص خلصتها ولا لازم تعمل أكتر إذا زيادة ممكن تخرب اللوحة أو توصل لنهاية هاي بذلك في سراع فيها بدرجة أنه أنا مرات عندي أولادي في البيت بتشيلوا اللوحة مني مشا ما تخرب إذن معاناة الفنان التشكيلي يعني ذاتها المعاناة عند الشاعر أيضا عندما يكتب قصيدة ويشتغل عليها يقول اكتملت ثم يعود لهذه القصيدة ويراه أنها لم تكتمل ويعني يبقى هذا القلق ودائما الأجمل لسه ما إجا نعم الأجمل بالنسبة له هو مخزون في الذاكرة لسه ما إجا يعني بوصل لمرحلة ممكن بلحظات تعجبوا لوحته لكن بعد فترة لازم أعمل أجمل لازم أعمل أجود يعني ما بوصل لأنه مرحلة أنه انتهى وعجب شغله وخلص نهاية دائما بنظر أنه عمله ناقص بده تكميل كل لوحة هكذا أم لوحات مؤينة هو هو المنجز الفني بذاته يعني إذا اكتفى الإنسان أي مبدع وتكلم وحكي أنه أنا وصلت لمرحلة من الإبداع وما رح أبدع أكثر من هيك انتهى هذا قلق الاكتمال هنا قلق آخر وهو أن تكون هناك فرادة في البصمة سواء كان عند الشاعر الكاتب الفنان التشكيلي الشاعر عيش حالة أيضا حتى هذا قاسم مشترك في القلق أنه هناك حالة تشابه تطابق مع قصائد أو تجارب سابقة الشاعر المعاصر الآن يعيش هذه المشكلة يريد أن يأتي بجديد ويجد نفسه يعني في عي من أن يجد شيئا جديدا كل من سبقوه كتبوا أو مروا أو ذكروا هذه الفكرة حتى بعضهم من الشعراء يقول أنا أحيانا ألعن الشاعر الفلاني لأن سبقني لم يترك لي مجالا سواء كان في قصائد نفس الشيء قصائد المرأة أو قصائد الوطن أو قصائد يعني الحالات الاجتماعية هذه الحالة أيضا موجودة أكيد موجودة موجودة بكل مجالات الإبداع لأنه الناس بتشابه بجوز 90% أو أكثر من 90% من الصفات سواء العالم بيختلفوا بأشياء بسيطة هي الأشياء البسيطة اللي بختلفوا فيها هي البصمة تبعتهم لذلك يعني بتجد مرأة بتأخذ أسلوب بتفكر حالك إنت اللي اخترعته لما بعالم النت الواسع بتبحث بتشوف إنه ممكن قبلك ناس كثير اشتغلوا فيه لذلك أنت بتضلك على بصراع أنك أنت بدك تعمل إشي فريد ما نص وصل لك وهذا بالتراكمات الإبداعية الموجودة أو الكمية الكبيرة من المعروض بتشوف إشي صعب يعني لكن لابد أنك أنت تكون متفرد ببصمة معينة لأنه ما فيش إنسان بش بإنسان كامل طيب هذه البصمة هل ممكن أن تأتي بالفطرة بالعفوية أم يجب أن أو أنها تصطنع في محاولات البحث هي تأتي بالتجريب وتأتي بالخبرة وصعب أنها تصطنع لكن هي بالها دراسة لكن لازم تيجي بشكل هل الدراسة تصنع الموهبة أو ممكن أن تعطي بصمة خاصة للمبدع مستحيل الدراسة تصنع مبدع لكن المبدع ممكن زيد إبداعا مع الدراسة نعم لأنه أي إبداع بده اجتهاد والإجتهاد بده دراسة بده بحث بده تطلع على تجارب الآخرين تكون على تجريب دائم لأنه تجريب دائم هو اللي بعمل لك المهارة لدرجة أنه أنت يعني لا تحتاج إلى وقت كبير زي ما كنت قبل التجارب أنك تنتج لأي عمل سي عندك مهارة تعمل أشياء بسرعة أكتر بإتقان أكتر برؤية يعني أعمق يعني لابد من الطلاع ولابد من الدراسة ولابد من التجريب ولابد من البحث لأنه لأي مبدع لازم يكون باحث إذا ما كان باحث ما بنتج هل هناك لوحات معينة هل هناك لوحات معينة أنك شعرتي أنه ممكن أن تكون فيها بصمة أو فرادة واكتشفتي فيما بعد أنه هناك من من سبق إلى طرح هذه الفكرة من خلال لوحة هي ممكن الأسلوب مرة اخترت مرة أسلوب ووجدت أنه في أنا فكرت أني أنا المختر أو طرحي ما هو الأسلوب هي أسلوب كان زي التنقيط مع التكعيب وجدت في ناس ماشي في تنقيط مع تكعيب في أي لوحات استخدمت هذا الأسلوب هاي مش موجودات اللوحات أنا حدفتهم لأنه أنا أتجاهت أنه تجاه إلي أسلوب خاص لوحد يعني ما ذنب الفنان أو الشعر أو الأديب أو المبدأ يعني عندما تقدح في ذهن وفكرة ويكتشف أن هناك من سبقه إلى إلى ذلك ما ذنبه هاي مشكلة الإبداع مشكلة الإبداع عموماً يعني لأنه وصلنا لتجارب إبداعية متنوعة كثيرة يعني لذلك لما فتحنا على العالم هذا تأثرت الناس في بعضها وصلنا ل أن نكتشف مين اللي بشابهنا مين اللي طابقنا لذلك لذلك لما كانت الأماكن محصورة ممكن لما نموت نفكر حالنا إحنا فريدين نعم ماذا يقول النقاط عن تجربة إيمان الطرمان؟ والله هاي اللي تسأل النقاط نعم لا أكيد يعني يعني بدي أن نطلع من خلالك على يعني آراء بعض ما فيش إنسان كامل يعني ما فيش إنسان كامل طبعا وبالنسبة للمنجز الفني مهما كان كبير بظلي صغير نعم لأنه إنت يعني إذا وصلت لمرحلة تحكي أنا وصلت معناته عمرك ما بتوصل للأعلى الحمد لله يعني أنا اللي بسمعوا منهم يعني من نقاط ومن فنانين أنه وصلت مستوى جيد إن شاء الله وبطمح كمان نكون أحسن كمان لأنه يعني إحنا ليش ما يعني لا ينقصنا شيء من أن نصل إلى العالمية لكن مشكلتنا في العالم العربي أنه إحنا منوصل للعالمية عن طريق المدارس العالمية اللي إجتنا يعني بدنا نبدأ إشي جديد هم ما ما اضطرقوه ما هي العوائق التي تقف أمام الفنانة تشكيل عربي لكي يصل أو تمنعهم منوصول عدد ولا حصر نعم إلى العالمية عدد ولا حصر يعني إحنا إحنا أوش الابدعب عموما بذيل القائمة على مستوى الاهتمام الحكومي والاهتمام الشعبي والفن التشكيلي بالذات هذا بذيل القائمة على الآخر يعني ممكن يتموه في الشعر أكثر من ما يتم الفن التشكيلي خاصة في بلدان معينة ممكن يكون إلها أولوية لكن يعني بالنسبة كمستوى الأردن الثقافة البصرية يعني لسا يعني تكاد تكون مشكلة مشكلة عامة في كل الساحة العربية وفي كل المشهد العربي يعني بتطلعوا إلى اللوحة على أساسها ديكور مش عالم بذاته من الإحساس من القراءة من الراحة من التواجد الفكري يعني ما المعنى أن تكون اللوحة جزء من ديكور جميل لأنه يعني يستمتع به الإنسان في زوايا بيتي لا هي عندما تأخذ اللوحة أنه لازم تناسب الأثاث واللون يناسب اللون يعني بنتبه الأشياء تناسب الأثاث فقط يعني مش أنه اللوحة شو هي إمكانياتها شو الفرادة فيها ينبر الألوان فقط أممكن تكون مستنسق بعيدا عن الجانب الإنساني والرسالة واللون بذاته يعني رسالة يعني اللون بذاته بوسط الرسالة لكن شو نوعيت اللوحة هي نفسها هند ميد هي طباع هي مش مشكلة عندهم يعني خاص بالأردن هنا يعني ما بفرقه قطير يعني يعني مثل الناس النادي مثل اللي وضع مكتبة في بيته هو ليس قارئا فجلب خمس كتب غلافهم أحمر خمس كتب غلافهم أسود خمس كتب غلافهم أخضر نعم وزع الألوان نعم ذنها هذه الحالة أيضا الميدان الذي ممكن أن تبدأ فيه المرأة طبعا هناك عراف اجتماعية هناك قيود هناك هناك وتحد من إبداع المرأة أعود لم أشعر لم أرتوي من الإجابة في هذا الموضوع الموضوع أنت طبعا قلت لأن الرجل له مساحة أوساة أنا أتحدث عن تجربتك الخاصة عن إيمان طرمان هذه القيود والأعراف هل حدث من إبداع إيمان طرمان بالنسبة لي أنا يعني بعتبر الإنسان أنه لازم هو كيف الظروف مش الظروف تكيفه يعني هو اللي 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 لاتجاهه وكيفها حسب مقدرته لذلك ما نحكم أنه الظرف بمنعنا الإنسان اللي عنده إرادة لا شيء مستحيل بالنسبة لي كان عندي أطفال بدي أرسم يعني كان صعب جدا أني أرسم ويكونوا موجودين لدرجة أنه البيت كله ألوان صار الملابسهم الجديدة كلها ألوان ملابس كلها ألوان يعني الأطفال اشتركوا معاك بال اشتركوا لابد أنهم يعني ملابسهم معظمة مبقعة بالألوان طبعا اللون الزيت صعب إن شاء طبعا كنت في صرع معهم هم لدرجة أنهم تأثروا في لما صار يبدوا كان يلعبوا يعني البنت بتحكي أنا بدي أعمل اللوحة بدي أودها لمعرض بنت صغيرة عندك مرسم خاص في البيت عندي زاوية وفي مرسم بس علنا هلأ برسم في زاوية لأن المرسم الخارجي بكون بعيدة عن البيت أكتر بحب يكون أنا متواصلة في البيت لذلك كانت عندي مساحة عنهم بس العيلة كلا تنام كيف توفقين بين واجبات العائلة والإبداع أيوة هلأ أنا إلي فترة يعني لابد كل إنسان يخترع إذا ما كان قادر يخترع فترة تراحة إله فترة إنه يكون عايش فيها لنفسه أنا كنت أنتظرهم لا يناموا وأنا لليلي والنهاري يبدأ بالليل طبعا عندي تقوس خاصة بالرسام لابد تكون في موسيقى لابد تكون في موسيقى كلاسيكية أو أغاني طرب نعم لما أدخل في اللوحة كأني دخلت عالم من السحر أو من الخدر ممكن أجلس سبع ساعات وأنا لا أحس بالتعب ولا أحس بالملل ولا بالوقت يعني مرات أترك الريشة وأنا بحالة من التعب لدرجة أنه خلاص شكرا لك الفنانة التشكيلية العربية من أردن شكرا لك على هذا الحوار في آفاق الفن التشكيلي وإبداع المرأة شكرا لك أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة ودعوكم التواصل مع باقي فقرات البرنامج شكرا لكم 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 حسن المتابعة ودعوكم التواصل معنا عبر حلقاتنا القادم من برنامج فضاءات حتى ألتقيكم في حلقة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم